برج العزراء بالنسبة لك ان كون الشمس تكون موجودة في برج الجدي المنزل الخامس بالنسبة لك ده شيء رائع كتير وشيء مميز جدا وهيكون عندك انشغال بالعائلة اكتر انشغال بموليد انشغال ببكرة انشغال بمستقبل العلم ومستقبلك المهني بانك تتقدم اكتر بانك انت تتواصل مع الاخرين اكتر بالنسبة لك فيه يومين هيكونوا شوية صعبين خليني ان انا اوضحه لك بس شوية ليه لاني عندك حتة تانية هتدعمك وهقولك الصعوبة في ايه والدعم في ايه الصعوبة او يوم 18 ويوم 19 الامر موجود في برج العزراء الصعوبة بالنسبة لك فيه ان اعداء متربصين وكمان مش فكرة او ضمن اعداء فقط ممكن يكون وضع الصحي بالنسبة لك بيسبب لك تأجيل او تأخير لامر بما انت رايده بشدة جدا او تحديد مواعيد فبالتالي المواعيد بالنسبة لك فيها نوع من انواع القلق في بعض الضغوط شوية فعندك الجزئية دي برج العزراء كمان من اليومين اليومين دول مش حلوين ابدا لأي منافسة لأي تحدي لأي مشاكسة لأي كلام حاد ما بينك وما بين حد لان للأسف الشديد مش هتكون قد المواجهة بل بالعكس ممكن تكون بتخسر نفسك او بتوقع نفسك في مشكلة اكبر فلازم تكون حذر جدا جدا يوم 18 ويوم 19 انك تعديهم بالشكل الروتيني لان انا اتخذ خطوات جديدة ولا اني ادخل مشاكل ولا اني اتحدى ولا اني انافس ولا اني اتكلم على حد واضيها كده يعني لو ما بلاش ادخل فيه اي حاجة لها علاقة بضغوط نفسية لانك مش هتبقى متحمل يا اما كمان بالنسبالك على الوضع الصحي محتاج كتير انك تهتم بيه الشأن الصحي ومحتاج اكتر انك انت تكون واخد بالك وحريص على الناس اللي حواليك او اللي بيتعاملوا في مالك او ملكك طيب فيه يومين حلوين قوي هنا بقى اليومين دول بيدولك فرصة بس اليومين دول بالنسبالك الشمس هتكون راحت ليه المنزل السادس ماذا يعني اليومين دول بالنسبالك وان الشمس تكون موجودة في برج الدلو اليومين اللي هو يوم عشرين ويوم واحد وعشرين الامر موجود عندك برج العزراء فبالنسبالي الفترة دي تديلك نفسية حلوة نفسية لطيفة يديلك نوع من انواع التفكير الجيد منطق فيه التفكير اصلا هيكون بالنسبالك ان انت تقدر تعالج بعض الامور الموجودة الوضع الصحي اللي بيعاني بالمشكلة هيكون فيه خبر جيد جدا بالنسباله الليه علاقة بيه استشفاء او بداية معالجة بامور جيدة او فيه اساليب حديثة فيه فيه جودة فfounded الصحي هيبقى رائع فيه استراتيجية حلوة جدا فيه الوضع الصحي اهتمامات حلوة في الامور الصحية قرارات صحية امور صحية بالنسبالك هتبقى يعني الوضع الصحي بالنسبالك لطيف ليه علاقة اهتمامات اكل اهتمامات شرب فعندك ده سواء عشاب سواء ان انا اهتم بيه كطب بدزيل فعندك ده جدا برج العزراء الأمور بالنسبة لك اللي ليها علاقة أو متعلقة بالوضع المهني بقى يعني أنت عندك اليومين الحلوين يوم 20-21 وعمل فيهم اللي أنت عايزه عايز تتقدم الوظيفة عايز تعلن على حاجة عايز تنطلق بمشروع عايز تصلح علاقات بالنسبة لك اليوم مناسب كتير جدا عايز تعود فترة سابقة عايز تعود وقت خسرته فبالنسبة لك الوقت الحالي لأن بالنسبة لك أنت عندك في الأمور المهنية في الظل تراجع عطارة في برج قد له ده يخليك أن أنت تتأخر تتأجل تخسر وقت تبقى عارف أو تبقى شايف أنت إدراكك للأمر اللي هو أن أنا عندي أقدر أعمل كذا أنا همشي في الطريق ده الطريق ده والله يوصلني بسرعة عن الطريق ده تيجي تمشي في الطريق ده تلاقيه كله مطبط وتلاقيه كله دخول وخروج ودخول وتخروج وإذا تلاقي نفسك اتأخرت عن ما كنت تمشي في الطريق الثاني واخدين بالكم أقصد إيه يعني إحنا عندنا حاول على قد ما تقدر تستشير أصحاب خبرة في أمورك الحياتية حاول أن أنت تاخد برأي الناس جدا حاول أن أنت تكتسب آراء من السابقين لك بمعنى مثلا أنت ماشي في اتجاه معين شوف الناس اللي قبلك عملت إيه عايز أن أنت تترقل لمكانة معينة شوف اللي وصلوا للمكانة دي عملوا إيه سليب خطواتهم إيه في الأمر المهني في الحقيقة فبالنسبة لك لو عملت ده هيبقى عندك نجاح كبير جدا أنت مدعوم يا برج العزراء أنت مدعوم من تأثيرات كوكب المشتري بس هيكون بالنسبة لك وقت مش حلو ليه الشراكات المهنية برغم أن لو عندك شراكة بالفعل فيكون عندك نجاحات لكن وقت أن أنت تدخل في شراكة مهنية خاصة من يوم 16 ليوم 19 مش حلو مش حلو أن أنت تدخل في خلال الأربع أيام دول شراكات مهنية كن حذر جدا جدا ومش حلو على فكرة الأسبوع الثالث حتى كمان ولا الأسبوع الرابعة في الظل أن في بعض الأيام النفع عليك في الوضع ده يعني بالنسبة لك مثلا يوم 20 ويوم 21 ولم نجي نتكلم على الأسبوع الرابع برضو فيه من بعد يوم 24 هيبقى لطاف جدا بالنسبة لك إلى أن عشان برضو نكون سرحة معاكم جدا مش هيبقى النتيجة الإيجابية أو النتيجة المرغوب فيها فالمهم الوضع المهني الشراكات المهنية مش قلطة في حاجة أن أنت تتخذ فيها قرارات خلال الأسبوع ده سواء على فكرة بي أن أنت تفض شراكة أو أنت تعلن شراكة تمام؟ طيب بالنسبة يا برج العزراء برضو الأمور المهنية خلي بالكم كتير من عامل الوقت ابتعدوا تماما عن التكاسل والكسل والخمول والجو ده مش هيبقى لطيفة لأن كمان هيكون عندك أن أنت في عوامل تأخير أخرى زي الاهتمام بالشأن الصحي ده هيأخر حاجات هيأخر مهام في الشأن المهني التجمعات العائلية والعلاقات العائلية أي نعم بتدعم نفسيتك بس الناس اللي هم أصحاب المشاريع أو المتطلب منهم مجهود أكتر فيكون بالنسبة لهم فيه تعطيل بسبب تجمعات عائلية وعلاقات وي 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 لكن غير كده لأنت هتوقع عندك صراحة أنك مبسوط من حيث التجمعات العائلية واللقاءات العائلية وقرب التواصل سواء تلفونات أو مثلا أن أنا بتعامل مع حد مقفى عندك ده قرب علاقات عائلية أو قرب شخصيات مهمة من العائلة أو من الأصدقاء عندك ده جدا برج العزراء بالنسبة لك فيه من ضمن الأمور العائلية أو الاجتماعية عندك أشخاص أو شخصيات أنت كنت على خلاف معاهم على عدم استقرار فيه بعض الضغوط فيه مشاكل فيه عدم تفاهم كان متواجد فيه إصارة مشاكل ما بينك وما بين فلان بعينه سواء بقى من عائلة أو وضع اجتماعي سواء أصدقاء أو غير هيكون عندك محاولات للتصالح محاولات للتفاهم فإذا هيكون عندك تجديد علاقات أو تطوير علاقات عندك ده جدا ودي من ضمن الحاجات اللي هتدعمك جدا نفسيا خلال الأسبوع ده برج العزراء الوضع العاطفي الوضع العاطفي حلو قوي على فكرة برغم تراجع كوكب الزهرة في برج الجدي بس بالنسبة لك يوم 20 ويوم 21 هيكون فيه رجوع فرصة للرجوع أو محاولة للرجوع أو فيه كلام مع الماضي بالنسبة لك يعني ان انت تتكلم مع الماضي وان احنا نقرب علاقات طب ما انت غلطتوا فيه جزئية عتاب بس عايز اقولكم على حاجة بيني وبينكم كده حاولوا على قد ما تقدروا ان يوم 21 يبقى فيه عتاب لو عندنا بقى فكرة ان احنا نحدد موعدة عشان نتكلم ونتعاتب يعني 21 حلوين أو ليه التجمعات أو العتاب أو أو ما تستنوش 22 و23 مش هيبقى حلو لكن بعد 24 هيبقى حلو لما نيجي الاسبوع الرابع هقولكم الايام الحلوة في العتاب والجو ده لكن فيه فترة تسمح بالرجوع فيه ده جدا الشخص اللي عايز يرجعلك ممكن يدخل حد من الاصدقاء عشان يبقى فيه لينك يقدر يوصل لك منه فعندك ده جدا اذا فيه محاولات للرجوع وانت بتفكر في الماضي وعايز ترجع للماضي جدا الماضي عايز يرجعلك من أبراج مائية أو أبراج ترابية ولو من أبراج نارية برج الأسد ولو أبراج هواية هيكون برج الميزان ده بالنسبة ليه الأبراج اللي عايزين يرجع لأصحاب برج العزرق أو انت بتفكر فيهم كتير وعايز ترجع لهم بالنسبة للناس اللي عام مش مرتبطين في كتير معجب بأصحاب برج العزرق جدا خاصة ان عندك كتير من التجمعات وكتير من اللقاءات وكتير يعني واضح جدا أو بارس كتير فهيكون كتير عايز يبقى عن يعني يكلمك في موضوع ليه علاقة باستقرار خاصة يوم 16 يوم 17 يوم 20 يوم 21 في خلال الأسبوع ده هيبقى فيه كتير كلام لارتباطات أو استقرار بالنسبة لك كمان يا برج العزراء للوضع العاطفي ما بينك وما بين الشريك الخاص بيك هيكون بالنسبة لك ان انت عايز استقرار وعايز ان هو يتفاهم معاك عايز ان انت تتفاهم معايا عايز يبقى فيه حالة ود وحالة ترابط ما بينك وما بين الشريك بتاعك لان بالفعل هيكون فيه محاولات قربة حلوة بس لما نتجنب المشاكسات ونتجنب الخلافات ونتجنب الاساليب الحادة والمواجهة فيه التعامل أو العنف في التعامل ابتعدنا تماما عن فكرة العتاب بعنف وكنا عندنا نوع من انواع عدم الانتقاضية والهدوق في التعامل كده وان احنا ما نبقاش يعني لا ادي داب بكده هنقدر نحنا نصاف في الدنيا ونبقى حلوين جدا مع بعض بالنسبة للناس اللي هيكون عندهم بالفعل تهديد بالانفصال لو حصل لو ما حصلش انفصال تام لحد يوم عشرين فيبقى فيه محاولة للرجوع يعني محاولة للبعد عن فكرة الانفصال ودنيا تبدأ تهدى واحدة 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 فعندك ده جدا لكن بالنسبة للناس المرتبطين لو في بعض المشاكل أو الخلافات يجب علينا ان احنا اللي نهدي الدنيا برج العزراء نفسه لكن انت تهدي اللعب تراجع الظاهرة في برج الجدي بالنسبة لك بيعمل مشاكسات طبيعي طبيعي جدا جدا حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تتخذوا الامور بحالة هدوء قوي خاصة لو مرتبطين بابراج نارية طيب برج العزراء بالنسبة لك وبرج الحمل بالذات بالنسبة لك برج العزراء ليه الناس المرتبطين وجوه بالنسبة لنا عادي جدا فهيبقى فيه استمرارية ان الجو يبقى لطيف بس فيه خلافات بسيطة جدا ولكنها بتعدي ده شكل الاسبوع بتاعنا انا شايفانه هو اسبوع طبيعي في بعض المشاكسات في بعض التحذيرات طبعا فيه تعويض في بعض الاوقات فيه رجوع في الاوقات معينة حبيت ان انا اوضح لكم الحاجة بشكل موعيد اكتر باشكركم وبتمنى ان اكون فتكم يا رب بتمنى لكم كل الخير وكل الحب ليكم ان شاء الله الفترة اللي جاية هتبقى افضل كتير خاصة بقى يعني ده كل ما بندخل على فكرة في السنة كل ما بيبقى عندنا حالات كتير ايجابية وتقدم حلو احنا بنقدر نوصل له هي بدايتها انا قلتلكم في التوقعات السنوية ان هي بدايتها بتوقعي فيها تقل شوية لكن بعدين هتتحسن من فبراير هيبدأ تحسنان باشكركم كتير واتمنى لكم كل الخير ما تنسوش اللعايك وشير القشرة في قناة تفعيل الجرس سلام اشتركوا في القناة